وده شيء مهم جداً الحفاظ على خصوصية شريك حياتك وده مهم جداً 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 عشان يقدر كل واحد فينا يعبر أنا دايماً بقول إهدار الخصوصية يكتمي الأفواه لما تهدر خصوصية شريك حياتك ولما تهدر خصوصيتك وانت كمان لازم تحافظ على خصوصيتك أنا ما بشوفش أن الحب يضيع الخصوصية بل الحب يحترم الخصوصية يعني يحترم علاقتك بأهلك ويحترم علاقتها بأهلها يعني السمات المميزة لكل واحد فينا لابد ان هي تراع ومش محتاجين نغير السمات المميزة اللي بتخلينا لان احنا مش محتاجين نبقى كربون من شريك حياتنا وده لا يعني الامتناء عن تطوير الاداء الزواجي والتخلص من العيوب المزعجة لشريك الحياة رقم سبع عايزين نشجع بعض دايما ان احنا نعزل ثقاتنا بنفسنا كل واحد فينا يعمل الكلام ده عن طريق كلمات التحفيز والامتناء عن كل حاجة حلوة بنعمله وده شيء مهم جدا 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشكر للسيدة عائشة يشكر للسيدة عائشة وكمان يشكرها على الملأ ويتكلم عن الملأ على الملأ كمان على متحاه لا تحدثوني عن عائشة فإن الوحية كان لا يأتيني إلا وأنا في حجرها يا سلام يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعززه وبيحفز في شريك حياته رقم كمان اللقم بعد كده اللي هو رقم 8 التعبير عن الحب بالتلامس الجسد يعني ايه انت بتعبر بالحب عن الاحتضان التقارب ان انت تعوده جنب بعض الكل مشاعر الاحتواء انت وخارج وانت وراجع على طول لابد يكون فيه عملية احتواء لان دوت بيزود التعبير عن الزات لما الواحد يحس ان هو مطمئن لما يحس ان هو في امان بيعبر عن شريك حياة بيعبر عن ذاته بحرية اخر حاجة لازم نتكلم عنها واحنا بنتكلم عن ده بنتكلم عن حاجة مهمة خالص 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 ان انت عشان تقدر تتكلم وتعبر عن نفسك لازم لما تعبر عن نفسك تجد الشخص اللي قدامك بيحاول يتعرف عليك مش بيحاول يحكم عليك كل ما شريك حياتك حاول يتعرف عليك وانت حاول تقول كلام واضح ما فيوش اي نوع من انواع الابهام ولا نوع من انواع الايحاءات ولا نوع من انواع الربط باشياء ممكن ما يكونش متذكرة يا شريك الحياة اذا تعودت ان انت تتعبر عن نفسك وعن ذاتك بهذه الطريقة أوعدك إذ أنت هتبقى قارب وهتبقى حب وهتبقى حن وهتلاقي سدر حنين ومش بس هتراقي سدر حنين هتلاقي حد دايماً بيفهمك طول الوقت لو عايزين شركاء حياتكم يفهموكم لا تتوقفوا عن تعبيركم عن زودكم لأن تعبيركم عن زودكم ما يخضش لكن يقرب المسافات ويردموا أي فجوة ويخلينا دايماً في حالة توافق وينقلنا إلى الرضا ومنه إلى السعادة يا رب جعلنا دايماً نعبر عن زودنا بغير خوف وفي أمان وساعدوا أزوجكم وساعدوا زوجاتكم أنهم يعبروا عن زودهم لأن ده من أكبر حبال الله سبحانه وتعالى الوسيقة التي جعلها في الزواج يا رب الهي من الرشد وجعلنا ممن يعبرون عن زودهم بغير مجارحة ولكن بمصارحة حتى نصد إلى السعادة يا رب العالمين ترجمة نانسي قنقر